بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم إخواني هذه فتوى أو بيان الشيخ فاركوس حول ما يقع في غزة العدوان الصيون البيان الأخوي الحميم على حدث غزة الأليم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أما بعد فإن المآسي المحزنة والأحداث الدامية المؤلمة التي يعيشها قطاع غزة والأراضي الفلسطينية حاليا ما هي إلا حلقة متواصلة من سلسلة المؤامرات الصيونية ومخططاتها المدمرة لإشاعات الفوضى وإثارة الفتن والواقعة بين الشعب الفلسطيني ودولته وشعوب المنطقة بل مع عامات المسلمين مصحوبا بالإرهاب الفكري والعسكري بتأييد الدول القوية وتعزيزها في تنفيذ مخططاتها الهادفة إلى إضعاف شوكة المسلمين وتشتيت صف الفلسطينيين وكسر إرادة شعبهم وتمهيع قضيتهم هذا وإن إدارة موقع الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله تتتبع بكل ألم وأسن ما حصل ويحصل لإخواننا المسلمين في الأراضي الفلسطينية وفي قطاع غزة من غمة ونكبة وتقتيل وتشريد وتفجير وتدمير وغير ذلك من تنفيذ للتدبيرات العدوانية والمخططات الإرهابية اليهودية وما يمدها به إخوانها في الغي من طاقة مادية وبشرية ومعنوية فإنها تعكس الحقد الدفين الذي يكنه عموم الكفار المسلمين وانطلاقا من واجب الأخوة الإيمانية فإن الموقف الشرعي يجب على المسلمين الوقوف مع إخوانهم الفلسطينيين في البأساء والضراء وحين البأس أعملا بقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة وأن يحبوا لهم ما يحبون لأنفسهم ويكرهوا لهم ما يكرهون لأنفسهم لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ولقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وترى حمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالصهر والحمى وقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا كما يستدعي الموقف الشرعي التعاون على نصرتهم بصدق وإخلاص لإزالة العدوان ورفع الظلم والأذى والطغيان كل بحسب قدرته وحجم استطاعته سواء بالتعاون المادي لقوام أبدانهم بالتغذية والتداوي وتقوية شوكتهم أو بالتعاون المعنوي والتأذور معهم بنصرة قضيتهم على نطاق خاص أو عام سواء في المؤتمرات والمحافل الدولية أو القارية أو الإقليمية أو الشعبية ومن الدعم المعنوي التوجه إلى الله تعالى بالدعاء إلىهم بكشف غمة آلامهم ومحنتهم ومأساتهم ورفع بليتهم وشدتهم وإصلاح أحوالهم وتحقيق آمالهم ولم شملهم وترشيد أقوالهم وتسديد أعمالهم لما يحبه الله ويرضى فإن الرجوع إلى الله تعالى بإخلاص وصدق وتقوى والاستعانة بالصبر والصلاة مع إعداد العدة المادية ومشاورة أهل العلم والرشادي لهو من أعظم أسباب النصر ونزول الرحمة وكشف الغمة والتوفيق والسداد هذا وأخيرا نوص إخواننا المسلمين في فلسطين أن يجمعوا كلمتهم على الحق ويلوم شملهم وشعثهم وأن يواحدوا جهودهم ويفرزوا صفوفهم ليميزوا بين الصديق والعدو والخبيث والطيب ليكونوا صفا منعا ضد تحدي عدوهم الذي يتربص بهم الدوائر ليفوتوا عليه مخططه الإجرامية ومشاريعه العدوانية نسأل الله تعالى العلي القادر أن يصلح أحوال المسلمين في فلسطين والعراق وسائر بلاد المسلمين وأن يجمع كلمتهم على التوحيد والتقوى والدين وأن يكشف محنتهم ويسدد خطهم وينصرهم على أعداء الإسلام والمسلمين اللهم اجعل كيد أعدائهم في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين الجزائر في ستة من محرم ألف وأربعمائة وثلاثون هجرية الموافق لي ثلاثة جومبي ألفين وتسعة ترجمة نانسي قنقر